لا زالت الأزمة في إثيوبيا تحظى باهتمام إقليمي ودولي بالغ لما لها من تداعيات على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي عموما في حملة ديبلوماسية يقودها الممثل الأعلى المفوذية الاتحاد الإفريقي أولوسي جون أوباسانجو بما سعي تحقيق السلم في إثيوبيا أعرب عن تفاؤله من إمكانية تحقيق أرضية مشتركة نحو حل سلمي للصراع مؤكدا أن الحوار هو السبيل لتحقيق السلام بيان الاتحاد الإفريقي أكد أن الحوار يظل هو السبيل الوحيد الموثوق والمستدام لتحقيق السلام غير أن هذه المحادثات لن تؤتي ثمارها في بيئة من الأعمال العدائية العسكرية المتصاعدة كما ناشد البيان القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على أطراف النزاع بما يضمن جهود إحلال السلام تأتي تحركات المبعوث الإفريقي الدبلوماسية تزامنا وبيان للخارجية الأمريكية الذي أدرج في جدول أعماله سبل معالجة الأزمة الإثيوبية سلميا مع تطورات ميدانية وعسكرية نفذتها القوات الحكومية كهجوم مضاد على مقاتلي جبهة تيغراي وسط احتدام المعارك في مناطق عديدة من البلاد إنسانياً قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتين غريفث أن الأمم المتحدة أفرجت عن 40 مليون دولار كمساعدات لإثيوبيا نتيجة الجفاف والصيحة